استقبلت العاصمة بغداد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ست سنوات مخترقا طبقات الجليد التي راكمتها السنين بين حكومتي بغداد وأربيل بوقت تصب فيه الأنظار إلى تحقيق تقارب يمكن أن يحدث تحولا في المعادلة السياسية العراقية خاصة بما يتعلق بالموازنة المالية وملفات النفط والطاقة بين أروقة السياسة ودهاليس القوة افتتح برزاني جولته بلقاءات رفيعة المستوى رسم مسارها بنقاشات برناء مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان توجهت الأنظار أيضا إلى لقاءاته مع قادة الإطار التنسيقي وسفراء من القوى العظمى حيث حمل كل لقاء بصمته الخاصة وتطلعه نحو مستقبل يعيد للعراق وحدته وازدهاره أما اللقاء الذي يعد من اللحظات المحورية في هذه الزيارة فكان في منزل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر ففي هذا المحفل تلتق الأمان بالواقع حيث أعربت القيادات السنية عن تقديرها لهذه الخطوة الجريئة معتبرة إياها فاتحة خير على العملية السياسية برمتها مسلطة الضوء على أبرز القضايا العالقة والمطالب ومشكلات السنة مشددين على أهمية التنسيق والتفاهم بين الأطراف لتحقيق مطالب جميع المكونات الشيخ الخنجر بحكمته ورؤيته السياسية الثاقبة استقبل الرئيس بارزاني بكلمات رحبت بالزيارة وأثنت على دورها في دفع عجلة التقارب بين بغداد وأربيل مؤكداً أهمية العمل المشترك والبناء على أساس المصلحة العامة وسعيه لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى من أجل استقرار سياسي وأمني ينعكس بشكل إيجابي على جميع العراقيين بهذا المناخ الإيجابي اختتم الرئيس بارزاني زيارته لبغداد حيث تشير المصادر إلى أن الاجتماعات قد أفضت إلى تصفير حزمة الملفات العالقة معلنة عن بداية عهد جديد من التعاون والأمل زيارة تاريخية لم تسجل كمجرد جولة دبلوماسية بل كعهد يعيد تشكيل العلاقات ويفتح أبواباً جديدة للحوار والتفاهم ترجمة نانسي قنقر